سلام المسيح مع الجميع يعني أحب أن أوه يا جماعة في بداية كلامي أن أنا ليس لي أي مصلحة أبدا في يعني لا أنتمي إلى أي طائفة وأنا مش بروستانتي ولا أتبع أي طائفة ولا أتبع نفسي تبع أي طائفة أنا أتبع يسوع المسيح وحده والكلام اللي أنا هقوله النهاردة يعني أنا بصلي باسم الرب يسوع أن المسيح يستخدم هذا الكام البسيط هذه الكلمات البسيطة لمجد اسمه وامتداد ملكوته وفي فتح أعين الناس أن هذا الموضوع في غاية الأهمية قبل ما نتكلم خلينا نقرأ بعض الآيات من سفر الخروج الإصحاح العشرين نبدأ كلامنا بقراءة كلمة الراب ثم تكلم إلهيم بجميع هذه الكلمات إصحاح عشرين من أول عدد واحد ثم تكلم إلهيم بجميع هذه الكلمات قائلاً أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق هو ما في الأرض من تحت هو ما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أن الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية وأصنع إحساناً إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي وحافظي وصاياي المجد للرب يسوع مسيحاً المجد للآب والابن والروح القدس هدفي من قراءة هذه الآيات أن نفتح عينينا كويس جداً يا جماعة لا تنساقوا إلى الخرافات لا تنساقوا وراء عبادة أوثان باطلة الشعب الشعب الرب قديماً جداً أتت عليهم الكثير من الضيقات وهمهم اللي عملوا في نفسهم كده والقصاص والقضاء من عند الرب لأنهم عبدوا آلهة أخرى وأنا شايف أن الوضع بيتكرر يعني أنا بأتكلم مخصوص من له أذنان للسمع فليسمع أنا بأتكلم عن العبادات الوثانية التي بدأت تظهر بوضوح جداً في الكنيسة المصرية إن بارح سمعنا عن تمثال عملوه في الصيود التمثال ده تمثال يعني لا أعتقد أبداً أبداً نهائي أن هذا التمثال هو تمثال العذراء القديسة مريم أم المسيح أم يسوع المسيح أبداً بأن يصنع لها تمثال هذا التمثال في ناس كثيرة حتى كتبين تعليقات على السوشيال ميديا بيقول يا جماعة دي ممكن تكون أكيد تمثال ملكة السموات أو ملكة السماء التي تكلم عنها العهد القديم والتي عبدها بني إسرائيل في فترة من الفترات والتي عبدها أصلاً الشعوب التي طردها الرب من أمام بني إسرائيل ولكن للأسف شديد هم وقعوا في نفس العبادات الوثنية وعبدوا ملكة السموات وقدموا لها فطير وملكة السموات دي قال إنها إلهة وثنية واسمها الإلهة عشطار والدليل على كده أنهما التمثال ده عملين له تاج والعذراء القديسة مريم أم المسيح لم تلبس تاجاً أبداً بل بالعكس قالت هوذا لما الملك بشرها بولادة يسوع المسيح لو كل المجد قالت هوذا أنا أمة الرب اعتبرت نفسها أمة أمة يعني خادمة للرب مش خادمة الإنسان خادمة لخالق الكون ولم تلبس أبداً تاج في ناس تقول لك دي بعد كده يعني دي تعتبر من الكنيسة عضو من أعضاء الكنيسة وكنيسة دي تعتبر عروس المسيح والعروس ممكن كلام كله كلام غلط في غلط ما تخليش حد يضحك عليك ويخليك والتدريج تقبل العباد الوثنية الآيات كانت لنا جريتها مع حضراتكم في بداية واضحة جداً وصريحة بيقول أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية طب أنت عايزي يا رب أنا عايز منك طلبات بسيطة إيه هي؟ في العدد الثلاثة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي طب خلاص مش أعبد غيرك لا أستنى العدد الرابع لا تصنع لك تمثالاً منحوطاً وإحنا بنعمل يعني فيه شيء من يعني أنا آسف أن أنا أقول نوع من خطيط العناد العناد إن كل ما إلهنا الصالح يقول على وصية نطلع نجري ونعند معاه ونعمل عكسها يعني يقولك لا تدعو لكم أباً على الأرض نقول للجسيس يا أبونا يقول لها وأنتم لا تدعوا سيد نقول يا سيدنا نقول المسيح يقول أنا هو الكرمة الحقيقية وآب الكرام نقول نصلي للعذرة ونقول لها أنت هي الكرمة الحقيقية الحميلة عن خود الحياة يقول لا تصنع لك تمثال نطلع نجري ونعمل تمثال وندور على مبررات يعني شاطرين في إيجاد المبررات يعني ممكن تسمع كتير يقول لك احنا مش بنعبوتها طب ما دي ما ظهر العبادة يا عمد فضل أي تاني في العبادة غير أن يعني بتسجد لي يقول لك لا احنا مش بنسجد لا احنا بنسجد ده المسيح يراضي الحرام عليك ده لما بيعدوا بالصورة زمان دلأسف كلنا يعني أخطأنا في هذه الأشياء وتروح كنيسة وتشوف في بعض الكنايس التقليدية لما بيعدوا بتمثال أو بصورة وبيلفوا في بي عشان يكرموا هذا التمثال الناس بتسجد هتقول لا مش بتسجد أنا بروح شوفهم بيسجدوا أول من عدوا من جميعهم التمثال يعملوا كده بيميل راسه وبيرشم الصليب علامة الخضوع علامة لما بيعد التمثال أو لما بتعد الصورة غير كده بيوقف سابت بيعمل هذه الحركات لما بيعد من جميعهم وبعدين بيمسك الصورة أو التمثال وبيمشي والجسيس بيمشي قدامها وببخر قدامها بخور طبعا أنت ببخر تمثال ببخر لتمثال يعني حتى فيه على رأي واحد كاتب في تعليق النهاردة على السوشيال ميديا بيقول الجماعة مش معقولة تجيبونا الأفلام القديمة بتاع الزمان اللي كان بيعملها جورج سيتهم في خناة السي تيفي عن المالك مش عارف نيرون أو المالك اللي هم الوثنيين اللي كانوا بيأخذوا المسحيين ويقولون بخر قدام التمثال يرفض فيحطوهم في أتون النار وإحنا بعد ما نشوف الفيلم ده على قناة السي تيفي يطلع واحد أسقف جايب تمثال وبيحطه على حتة عالية جدا وبيقول لك أنا يعني جبت تمثال طبعا سدق مين أسدق الفيلم أسدق أنت ما تجيب لي تمثال وبعدين النهاردة أو مبارح حضر ألاف الناس تدشين أو يعني هو قال لك لا مده مش تدشين ده احتفال بسيط حضر ألاف الناس لكن التدشين الحقيقي لازم يجي يدشنوا الأنبات ودروس ففي عهد الأنبات ودروس زادت التماثيل وزادت إغاظة الرب خلينا كمل آيات لأنه أنا قلت الآية اللي هي الغية الأربعة لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما ممن في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض يعني أيا كانت صورة حد في السماء صورة المسيح صورة العدرة تمثال قدسيين تمثال الملاكة لا تصنعها ولا في السماء ولا على الأرض تمثال إنسان ولا حتى حيوان ولا حتى كائن بحري في بعض الناس كانت بتعبد السمكة والكائنات البحرية قال لك أي نوع فوق في السماء في الأرض أي تمثال أي أن كان نوع التمثال لا تصنعه أولا لا تصنع لك تمثال ولا صورة ولا تعمل تمثال ولا تعمل صورة النهاردة بيحروا بيقول يا جماعة إيه اللي بتعملوه ده إحنا عندنا غيرة عن كنيستنا الأرثوذكسية أنا عادي أبني كلامه في البداية لكن بوز الكلام في النهاية لما قال لك إحنا مش كنيسة تمثيل ده إحنا كنيسة أيقونات أما هي طبما الاتنين نهى عنهم أهو الأهية واضحة لا تصنع لك أولا ما تعملوش طبعا بيتكلم النهاردة أول مبارح على ما زي جابوا التمثال ده وصنعوه من البرونز وعملوه وقصة النحت بتاعه يعني لإغاظة الراب بيغيزه بيقول له يعني إله السموات أنا بغيزك ومعمل التمثاله وبحكي تفاصيل هذه الجريمة إزاي تصنع التمثال لا تصنع لك تمثالا منحوطا نرجع تاني الآية في خروج عشرين عدد أربعة لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن طب ليه يا رب لأني أنا الرب إلهك إله غيور غيور يعني أنت هتغير لا هو ده التعبير اللي احنا نقدر نفهمه أن الرب يغير على كرامته ويغير زي الزوج اللي هو يغير على كرامته ولا يرضى أبدا أن زوجته تقدم أي نوع من الكرامة لأي رجل آخر ما ممكن زوجته مثلا تقول لا أنت زعلين دول أصدقائك وعيلتك وأخوك وأهلك اللي يقول لا 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 دي حاجة ودي حاجة أنت ما ينفعش كوني العروس لا تصلح أبدا إلا أن تكون للعريس فما ينفعش غيور يعني مثلا هل ممكن واحد ينتقد رجل بأنه بيغير على مراته علشان قدمت أنها مفروض ما تقدمش الاهتمام ولا الحب ولا أي حاجة الراجل الآخر ما هذه غيرة بس هذه غيرة فيها رجولة وفيها نخوة وفيها ده الصح طب الرب إلهك إله غيور فيه واحد بيقول لي يا أخي يعني يعني ربنا هيغير من من العدرة أو من القدسين يعني ما هو بيقول لك الرب إلهك إله غيور مش بادس كده أفتقد يعني ممكن يعاقب على هذه الخطيئة صنع التمثيل والصور أفتقد ذنوب الآباء ده في العدد في نفس العدد الخامس بتاع خروج عشرين أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية يعني ممكن هذا النوع من اللعنة عبادة الأوثان والتمثيل وصور تجلب على الإنسان لعنة وهذا اللعنة يمكن أن تمتد إلى الجيل الثالث أو الرابع إلا إذا هذه الأجيال رفضت هذا الوضع وتبرأت من أخطاء والديها وأبائها وأجدادها زي ما نحن نعمل دلوقتي نحن نتبرأ لو في حد في سلسلة الأنساب والأجيال الماضية صنع تمثال أو صنع الصورة نقول يا رب نحن نتبرأ من هذا العمل نرفضه لا نرضى به وهذا اللعنة تتوقف ولا تسري علينا ولا على الأجيال القدم فإلهنا الصالح يصنع يفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والربع من مبغضية يعني إذا كانوا بيبغضوه لو الأبناء في الجيل الثالث والربع ما زالوا بيبغض الرب يعني يبغض إنك تصنع تمثال أو صورة لو استمروا في البغضة طبعا ينتقم منهم يفتقد ذنوبهم لكن لو ما عندهم شغل شوف بقى العدد اللي بعد على طول عدد ستة يعني ده كان خمسة ستة بيقول وأصنع إحسانا إلى ألوف مش بس دي للتالث والرابع لا إلى ألوف من الأجيال من محبية وحافظي وصياي لما تحب الرب وتحفظ وصياه يصنع معك إحسانا أنا بحظر كل الجيم بأي إنسان سمعني عشان أن أكون بريء من دم أي إنسان من أسرتي أو من أسرتي الصغيرة أو من عائلتي الكبيرة أو من كل الناس اللي عرفهم بيقول لك او تمشي وراء يونس شخص اسمه اي هو يونس مش يونس عشي يقول لك انت غيرت اسمه هذا الشخص أخطأ خطيئة كبيرة جدا ويا جماعة سدقوني هتشوف العقاب اللي هيحصل اللي هو وضع نفسه تحته مش هو بس وكل الألاف اللي هتمش وراه والله هتروح تحضر معاه في الاحتفالات لهذا الصنم لهذا الصنم وتقول لي دي صورة العدلة ده حتى مش شكل العدلة خالص يا انتمثال شكله قبيح هو هتقول لي فان هو هتقول فان كلنا بنحب الفن ونحب لكن فن ما تدخل ما تخلط الش الأمور ببعض وتقول لي يعني انت مش بتحب الفن يعام الفن ما بيحط وش في مكان عالي جدا والناس تسجد له وتحتفل به فن ايه ده تصنم يعني هو الفن لما حد يعمل مثلا تمثال لشخص او بتعمل بتعمل تمثيل زي بالعبادة انت خلطت هتقول لي لا ده احنا حطينه ايه انت وبعدين تقول لي عشان السياحة عشان السياحة ما دير نفس المصيبة اللي واجعت فيها والعقاب هيأتي على الحكومة المصرية خلي بالك مش بس العقاب هيأتي على الكنيسة الاورسيزوكسية بس وعلى كل من يشترك في هذه العبادات ولكن العقاب سيأتي من الرب يهوى ادناي يشوها مشيح جيسوس كرايست عايدي على انا زمان كنت عملت فيديو انا ممكن احطه في التعليقات اللي اللي حب يشوفه اه وربنا يعلم انا ما مش بدور على ان انا يبقى معروف ولا يبقى عندي مش عارف يعني لايكات والكلام كل ده كلام فاضي ولا عايز لايك ولا عايز انا عايز من له اذنان للسمع فليسمع وفي الفترة القادمة اي شخص هيعرف الحقيقة ومش هيقول لو يشهد عنا هيكون مشترك في نفس الجريمة ما هو جل ارمياء كده قال له لو عرفت ان الصح فين والغلط فين وسكت وما قلتش للناس والناس ماتت بخطايتها زنبك الزنب يكون على رأسك انت لكن لو قلت الخاطئ انت بتخطئ ومرجع الشعان خطئه دمه يكون على رأسه وانت تبقى بريد لو ما عرفتوش يبقى الزنب عليك انت انت عرفت الحقيقة انه اللي بيعمل كده بيهلك بيعمل كده اللي عملت في فيديو وسميته نبوء عن خراب لبنان جاء بفترة طويلة جدا جبل ما يحصل اللي حصل في لبنان طبعا ما كنت بتنبأ ولا حاجة دي نبوء في الكتاب المقدس وشوف ممكن احطو لك اللينك نبوء في الكتاب المقدس عن خراب لبنان كان بيتنبأ على الحاجات اللي بتحصل وفعلا اللبنانيين عملوا نفس الشيء وعملوا اكبر تمثال لملكة السموات اللي هم بيدعوا ان هي العذراء مريم وليس لها علاقة ابدا بالعذراء وعملوا امثال الشربل وعملوا اغاظة للرب كتير جدا ونجاسات ملقوا بها الارض والحكومة دارت على هذا الموضوع والحكومة اعتورت ان هذا الموضوع حلو كويس للبنان لانه بيجلب السياحة الدينية ويجلب الفلوس والحاجات دي وعلشان الفلوس ردوا كده تبروح شوف منظر اللبنان شوف الخراب اللي فيها شوف الجوع شوف الامراض شوف المشاكل شوف السيف الحروب والقتل اللي بيحصل هناك وظروف الصعبة اللي عايش فيها الناس طبعا احنا مش بنشمت في حد دي انا ما تفهم انا ما تجوش تاخد كلامي بقى ويقول لا طبعا حاشن احنا بنصلي يوميا من اجل الشعب اللبناني بس لازم نشوف اخطاء الاخرين عشان ما نجعش فيها مش يروح صاحبنا واحد بعات الفيديو فيه كالعزة بتاعته بيقوله من جماعة انا رحت لبنان 16 مرة وعدتهم يعني حتى عادة لما يكون حاجة مش مهمة او الانسان مش مهتم يقولك رحت مرات كثيرة لكن عادتهم 16 مرة ده رايح متعمد غافظة الراب والمرات دي راح وكان بركة ايه اللي تاخدهم التمثال ويقولك الناس بتبكي لما تشوف التمثال ترفع وناس كثيرة بكت وده علمت ان هو حاجة كويسة الناس بكت لان دي انفعالات نفسية شيطانية محذر منها الكتاب المقدس من الانفعالات النفسية الشيطانية يحذروا يا جماعة انا خايف عليكم ارجوكم ارجعوا عن هذه النوع وارجوكم لا تشتركوا فيها ولا تشتركوا في الصوم العذراء ولا صوم يوجه ناحية اي انسان اللي بقول اهو من قبل ما يبدأ الصوم يعني هو راح عمل زي لبنان وجاب اللعنة المصر واللعنة اصلا اتمنى ان هي بنصلي كلنا ان هي نقطة تبطل هذه اللعنة بس فيه ناس عنيدة فيه ناس بتجلب على نفسها كده زي ما مصر فيه اخر ايام يخرجون عظام الملوك واجعلون هدمنا وقعدوا يلفوا بيها عشان يتسبب لعنة وفعلا شوف الاحوال اللي موجودة في مصر ايه على طول من خلال سنة بعد ما عملوا مسيرة الموميوات دي شوف الوضع في مصر ايه وكل يوم بيزداد في السوق فارجوكم ارجعوا عن هذه الضلالات علشان اذا تواضع هو بيقول كده فانني ابرئ ارضهم عشان يبرئ ارضنا لازم نتوب يعني ارجوكم 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 ومن له اذنان للسامع فليسمع سلام المسيح معكم